موسيقى عندما تأتي ميليشيا الحوثي وصالح إلى مكان ما فإنها تقلب الحياة العامة رأسا على عقب فالمدرسة تصبح سجنا والجامعة معسكرا والأحياء السكنية تصبح مذابح سكانية موسيقى 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 يعد حي بئر باشا البوابة الغربية لمدينة تعز وشريانها الاقتصادي ويتحكم بأهم منفذين لها الأول يتجه غربا نحو المناطق الساحلية وصولا إلى ميناء الحديدة والثاني يسير بالاتجاه الجنوبي الغربي المعروف بخط التربة عدن ناهيك عن المرافق الخدمية والأسواق الشعبية والأحياء المتعددة والمتحكم فيه يستطيع عزل المناطق الغربية والجنوبية الغربية عن المدينة بشكل كلي وهنا تكمن أهميته بدرجة رئيسية حيبر باشا شارع شعبي صغير لا يمثل أي خطر ولا يمثل أي شيء وإنما السوق ملتقى لمفرقة طرق قبل حبشي أخطى التربة خطى الحديدة المخاء البرح شرعب فقط فيها ملقى وهم يستغلون الفرص من ناحية الخطوط يسدون والذي هو المواطنين بمنازلهم ما يقدروش الخروب تعتبر مثابة بوابة لمدينة تعزل الداخل والخارج فهم أرادوا أن يخنقوه من بابه يعني من بابه يغلق عليه المنافذ يغلق عليه المنافذ لدخول المدينة لا داخل يدخل ولا خارج يخرج عندما قدمت ميليشيا صالح والحوثي لاجتياح مدينة تعز كانت تدرك أهمية هذا الحي وبدأت ترسم خططا استراتيجية للسيطرة عليه خاصة وأن بوابته الرئيسية تكمن عند معسكر اللواء خمسة وثلاثين مدرع الواقع في المطار القديم وما إن حاولت الميليشيا الولوج منه حتى صدمت بأول نقطة اعتراض ورفض لتواجدها بشكل لم تعهد في مختلف المناطق التي اجتازتها هنا جنت جنونها وحشدت كل إمكاناتها العسكرية والقتالية التي نهبتها من ترسانة الدولة وسعت لإخماد أول مواجهة اعترضتها سقط اللواء خمسة وثلاثون مدرع ومنه استطاعت الميليشيا السيطرة على أغلب مناطق المدينة انتشروا من داخل برباشا وطلعوا الحصب سيطروا على مناطق في الحصب وعلى تباب موجودة في الحصب ثم انتقلوا مدخل ووصلوا إلى قولة الحصب الذي تؤدي إلى المرور ومن ثم إلى قلعة القاهرة اتجاه الصبر وهذه المناطق القحملية مرورا إلى صالة وادي صالة وقولة القصر ثم بدأوا بالسيطرة على فين؟ طريق جبل صبر أخذوا جبل صبر وهو كانت مؤخرا للواء كتيبة صغيرة هناك تقوم بحماية اللواء بالدفاعات القوية قاموا بالسيطرة عليها وأخذوا منتجة صبر مع العروس موقع لهم استراتيجي لحمايةهم مثلت المواجهة الأولى مع ميليشيا الإنقلاب في المنطقة الغربية عموما هاشس الخوف والرعب من تناميها مجددا أمر دفعها إلى اتباع تدابير احترازية وإجراءات صارمة كثفتها بشكل رسمي بدأت باجتياح كافة المرافق والمنشآت الحيوية وانتهت بالسيطرة الكاملة على منازل السكان أغلقت المنطقة بالكامل وضيقت الخناق على ساكنيها قيادت الحريات ومارست أبشع صور الامتهان لكرامة الإنسان توزعوا إلى الحارات عملوا لهم ثكنت في كل حارة سيطروا على مداخل الحارات مثلا سوق برباشا نلقيها الشرقية نلقيها الغربية نلقيها كذا أخذوا اتباب سيطروا على المنازل التي كانت مأهولة بالسكان الساعة ثنتين ونص بعد منتصف الليل إلا والحوثيين يتهجموا على المنازل وبالتهديد السلاح وعصاب بالشارع مستقيمين والذي دخلوا لهنا للمنزل اللي عندي في الليل الساعة ثنتين ونص ومعاهم الأسلحة ويهددون تخرج من المنزل أو تتأول الأسلحة لطرف ثاني كما قلنا لهم إحنا لا نأوي أسلحة ولا إلا شخرجنا من المنزل بالصميل طرد السكان الذي لهم فترات لا فين يروحوا ساكنين في محافظة تعز من أبناء تعز وفي ناس من خارج تعز ساكنين في هذه البيوت طردوهم إلى الشوارع بحقة أنهم مسيطرين أنهم سيحموا كذا ولذلك لكي يثبتوا أنفسهم داخل محافظة تعز كان لا يستطيع أحد يتحرك في منطقة برباشا إلا لو رأوا ثلاثة مجتمعين على طول يمسكوهم يأخذوا منهم هتبطاك حقاك وإيش معاك وإيش أنتم كذا من أين أنتم يعني كان ما حد يستطيع حتى النساء كان لو خرقت ماءة يعني ربما تمشي وهي خائفة على نفسها لأن بعضهم كانوا لصوص كانوا يأخذوا منهم مبالغة مالية مقابل إن اسمه مجهود حربي يعني كانوا يقولوا خلاص أنت عليك ذنوب طهير ذنوبك الآن وعليك مبلغ كذا كذا مجهود حربي وكان بعضهم تقار يشتي أخرج لعمله يشتي أخرج يشوف أموره وهذا يضطر أنه يجيب المبالغ قل السيدنا فترة هنا وإحنا مخوفين لا تقرأت أخرج الشارع ولا تقرأت تعدنك بالسلاح ويتهجموا بالمنازل معهم الأسلحة وإحنا ولا عندنا أي إمكانية لم تقف الممارسات الانتقامية للميليشيا عند هذا الحد بل تنامى حدة الخوف والحقد لديها وسعت إلى إيجاد معقل الرئيس للحجز والتعذيب لأبناء منطقة بيرباشا بشكل خاص وأبناء المدينة بشكل عام عرف آنذاك بمعتقل مدرسة الرشاد الأهلية وهو ثاني معتقل استحتثته الميليشيا بعد معتقل مدرسة المنار في حي الحصب أدتوا حوالي عشر أنفار داخل الدباب وقاموا بأخذ المدعو أبو نوح نبيل ويدعا علمت من بعد ذلك أن اسمه نبيل السلامي من أبناء آنس وله قرابة مع المدعو صالح الآنسي الذي هو أبو صالح المكنن أبو صالح الذي يقود الطقم الأحمر الشرطة العسكرية ويقوم توزيع الغذاء أخذوني إلى مدرسة الحياة قاموا بإيقافي في داخل المطبخ التابع لمدرسة الحياة أعزكم الله إش من مطبخ تعرفون كيف المطابخ والدواثة والوساقى وعدم وجود النوافذ كأنه مقصف صغير وفيه عدد من المساقين ولا أدري ما هي التهمة التي وقت لي خروقي من المنزل أخذونا من جوار مكتب بريد برباشة وأخذونا إلى مدرسة المنار بالحصيب وأدخلونا على طول داخل أحد الفصول وتقريبا كان الساعة ثلاثة بالليل أو ثمتين ونص أخرجونا وطلعونا لفوق السقف حق المدرسة وبعد ذلك وأنا فوق السقف حق المدرسة ألاحظ المدفعي بالخلف ويعطونا سجارة يقول لي اشرب وكنت أشرب السجارة في الليل والصاحب المدفع المعدل يضرب من وراي وهم يضربوا باتقاهي وكنت أقول لهم ليش كذا تخلونا هذا يقولوا ما نشتش نتحمل بظلمة خلوهم يقتلونك صحابة أنتم دواعش تقاتلوا بينكم بين كان من يمتسك مع الفلوس على أساس رسل لأولاده يأخذوا على الفلوس وحبسوا أنه يومن ذلك وقالت نازل على الفلوس أثناء ما كانوا موجودين المتحوثين الأصليين الذين هم من آنس وما إليها ومن جميع المناطق وكانوا يقومون من معه وقليل الفلوس أو اشترى سيارة أو بيشتري سيارة أو بيشتري عمارة يقول لك أنه المقالة الآن بيشتري عمارة الناس محتاجين يأخذوا الفلوس هذه حبسوا أنه يومن ذلك قالوا خلاص الأرض مقابل السلام هذا الفلوس روح لك وكانوا يطرحوا أنه نحن بالفصول مي يصبوا للفصول مي يطرح أنه نحن نرقد هناك فقال مي هذاك دبر حالك يرقد والإجليس واقف مثلا ما اشتعم الفعل بعض من الناس كانوا ما يتحملش قسمه أو قد كان يعاني من مرض وفي السيجنو هذا زاد الطيم بله ما يتحملشه هذا كانوا يتوفوا قنبنا هناك كأننا نحن نطالب بعلاقات بكذا ندلحنا البرامول هذا ولا الحبوب هذين حق الاعتراف اللي يسموه حبوب الاعتراف تخلك سافة يومين ثلاث من تجداري وين أنت اتفاقات بعد أربعة شهور أو خمسة شهور من السيجنية اتفاقات بوجود أخي بقنبي الذي هو أكبر مني كيف قابوك كيف هذا قال وانا خارج من البيت شوية واحد صن من أبناء الحارة مليان قد هم كيف قابوكم كيف الأوضاع خارج كيف كذا واذا قالوا ما خلاص ما عيغضلوش يعيشوا لا هنا ولا هنا يقيا يخرج يخذوا له أي حاجة واذا شلونه أي شاب يشلونهم على طول ووصلوا لمرحلة أنهم أخذوا حتى الشياب الكبيرين في السين يعني خلال الفترة هذه اللي هي السنة اللي احتبسوا بيبعاهم أشوف أنه حياتي كله يعني ما قدرتش ألخصة بالسنة ذي يعني شوف السنة ذي أكبر بكثير من عمري ذا كله يوم بعد آخر والممارسات الميليشياوية تزداد بحق أبناء المنطقة وصل بها الأمر إلى محاربتهم في قوتهم ومعاشاتهم وتخيرهم بين البقاء داخل منازلهم أو المغادرة منها غادر الكثيرون والباقون ظلوا يعانون صلف الميليشيا وقصف طيران التحالف العربي التي كان أشدها فزعا وترويعا قصف مقر نادي السقر الرياضي وقصف معسكر اللواء 35 مدرع في المطار القديم الحوثيين ما يخلونك تتمشي حتى بالشارع تخرج على أساس تفر من كثرة الضرب حق الطيران والقذائف ولا صبنا بارتباك كيف نسوي وين نروح ولا فيه إمدادات معك أنت إنسان شاقي بيوميتك إن شقيت أكلت وإن موت ما حدثت عنه كانوا تحت الضل الساعة خمسة وقدهم في البيوت قصبا عنه يروح يروح ممنوع تواجدك في الشارع إلا إذا تكلمت معهم أو شيء أو إلا معهم من أتى من أحد من صعاليكهم من المتواقدين معهم والمتحوثين معهم من أتى إليهم هذا داعشي التهمة داعشي أي واحد داعشي ما نقاومهم ما نتكلم معهم حتى الكلام داعشي يأخذوا وسقنوا لا ويل لا ندري عندما نبحث عنه أين فلان أين فلان قلوا هذا مش موجود عندنا ما ندريش شوف أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان أبو فلان ما درينا من نمسك والناس شلوا أنفسهم والكثير منهم فره هاربا هو أطفاله مفزوعا الساعة لي طلع شلوا عليه 13 مليون كان أمائن حقا الناس مسكنوا شلوا ببيس شلوا ببيس ها وشلوا الناس والأب مش قادر بروح يقولوا أنت داعشين الحوثين يقولوا قالوا أنه لا إب قالوا أنه أستلم من فيه طيب حولي لا قداء قالوا لا أستلم من إب وهي يعني مكر منه هون خضع تعبثوا بالمواطنين كانوا يجيوا يخذوا لك الشخص أنت داعش بتهمة داعشي وأخذوا من البيت شلوا ويحتقزوا أنت داعشي أنت داعشي أنت عملت كذا أنت تتركت كذا أنت صنع فيها بحقق واهية وهم الغراضة السيطرة على المنازل وثانيا اللي سيطر على أخذ السيارات سواء كانت معهم شاصات أو صوالين كانوا يقوموا بأخذها وذلك للمواصلات لهم اللي اتخذها لهم مسيلة للمواصلات سيطروا على سوق برباشا وكانوا في داخل سوق برباشا في جولة الحصب التي فوق تؤدي إلى المرور وعملهم عدة نقاط تقوم المناشيا ذاتي بالتحكمة على السير للمواطنين في يوم التاسع من شهر ذي الحجة من العام 1435 أي في مطلع النصف الثاني من العام 2015 كان معتقل مدرسة الرشاد يعج بالمحتجزين في نفس اليوم كان على موعد مع غارة جوية لطيران التحالف غارة أدت إلى نسف مبنى المدرسة بالكامل على رؤوس المعتقلين قتل منهم من قتل ونجى من نجى ناهيك عن إحراق كل الآليات والسيارات المحتجزة في فناء المدرسة تؤكد الشهادات هنا ممن عايشوا تفاصيل الحادثة أن عناصر الميليشيا لم يصب أحد منهم بأذى طبعاً لما يحبسون إحنا داخل أي مدرسة ما يتواقدوا شفي به يتواقدوا هناك بالخالب هناك اللهم أنهم يحضروا عندنا وقت التعذيب بس لما وقع الضربة التالية شلوا بساقين للزغط خبقوا النون قالوا لأنا الضربة طلع أحد إحنا طلعين هنا والطلع ضربت إحنا أحد منه ما زنبا للباقيين يضرب والله ما هو قطل حوثي يتخبّو وكانه تحت الشقال تخبّه هنا يعني موقع الطائرة على الآن قال إحنا الآن يطلع حالك طلع طلع يعني الشيء يطلع يطلع الطائرة الآن بتضرب يعني عندهم معلومات يعني يمارثوا معهون يقولوا الآن الآن الطائرة بتضرب يعني يش عرفوا يتخبأوا والله ما يقتل يقتل المواطنين اللي هون أبرياء ألحقت الغارة الجوية دمارا هائلا في المدرسة وامتد أثرها ليطال منازل السكان القاطنين بجوارها الحاج عبد الجليل أحد ضحاياها يصف ذلك اليوم بالكارثي عليه وعلى أولاده انهار جزء كبير من منزله وفقد أحد أبنائه عقله من هول الانفجار فيما أصيب الآخر بجروح بليغة ما هيك عن فقدانه للكثير من تفاصيل مقومات حياته الأسرية والمعيشية التي لا زال يعيش تبعاتها حتى اللحظة نزلت من الصواريخ من الطائرة الهجم الأولى والثاني والثالث هدمت البناء كامل والأثاث والتوانك حق الماء والكل شيء وصبحنا غربة بالشارع والعيال أصيبوا واحد منهم بالقنان واحد منهم مكسور رجله إلى الآن طيف الزغير وصعفناه للمستشفى وما عد قبرتش رجله وهو بعمر ست سنوات أنا أطلع تبكي على واحد ثلاثة عيال من بيت ابنه وابن أخوه وابن أجب من القرية رحوا للبقادة شلون شلون من البقادة شلون من البقادة هو رحوا للبقادة والقضيبة وصلها رحنا نسكتها أبو بوق، أشتعني نفسه أو شيء بعذين نفسه جزيته هناك أنا وصلته هنا ووصلته هنا وقضيبة وصلته إلى كل منطقة أشتعني ما بلش هضايا، وصله إلى هنا زرم آخر وقع بشكل فعلي في هذه المنطقة تشارك في إحداثه ميليشيين انقلابية على الأرض وضربات جوية مفرطة من طيران التحالف والأضرار منها لم تقف عند الحاج عبد الجليل بل توزعت بين الجميع ونال كل منهم نصيبا بقدر قربه من المكان يعني مخزي بوجود الحوتين يعني من عشرة لما نقل يعني يمنيين كل إحنا يمنيين لكن مخزي يعني شو ثبتوا علينا الإيرانيين بأي وسيلة ما يتقبلش الشعب اليمني كله سني ما يتقبلش يعني الحق من هذا الدين الحالة وما يتقبلوش ما فيش معهم هدف إنسان ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب له داري إيش إيش سبب وجوده بالحياة هذه تمام يعني إيش تتوقع منه إنسان كذا يعني هيئته إقرامية كذا تعاملهم هيئتهم كله كذا إقرام قاتل عندهم أرادوا إنه يستغلوا البوقف يقول لك إحنا لا ما نشتيش نسلم الحكم الذي بيدنا نعطوه لناس ثانيين إلا ما زالوا هم على البقاء ما يشتيش أحد من فوقهم هم الأوليين ما يشتيش بتنازل يعني تداول سلطة ولا أي حاجة لا مقصدهم إنه يستعمروا البلاد والعباد رأينا كيف أن البناء أصبح ركاما حين مرت من خلاله الميليشيا ومرورها أصبح معروفا للجميع فلا شيء يبقى كما كان عليه ولازلنا نتتبع ذلك ترجمة نانسي قنقر شكرا